في البداية يعني ما هو تقييمكم لهذه الهجمات التي شنت صباحا اليوم على العاصمة الأوكرانية كيب السلام عليكم من كيب السلام عليكم من كيب هذه الضربات كانت متوقعة لأن روسيا تهمت أوكرانيا منذ يومان بالضلوع في حادث تفكير هذا الجسر وكلنا سمعنا عن هذه الأحداث وكانت هذه اليوم رد روسيا على هذه الهجمات وكما تعلمون كان هناك العديد من الضربات وكانت هذه أيضا مماثلة للضربات السابقة كما يقول الشعب في أوكرانيا نحن نعيش في هذه الظروف منذ الرابع والعشرين من فبراير هناك الكثير من الأشخاص قضوا حكفهم في هذه الحرب وندرك أن هذه الحرب مستمرة وهذه الهجمة قترة عديد من الأشخاص ولكن للأسف الشديد هذه هي الحرب وهذه هي ما تفرض عن الحرب ضد أوكرانيا وهذه الحقيقة كما تشاهدونها جميعا دكتور إيفان الكثير من الرؤى التي قالت بأن أوكرانيا لا تقف خلف هذا الهجوم الذي أصفر عن تفجير جسر القرن ولكن جاءت هذه الرؤى بالرغم من وجود تصريحات للمستشار الرئيس الأوكراني بالإضافة إلى التهديدات التي صرح بها قائد القوات الأوكرانية في أغسطس من هذا العام أليست هذه الأدلة كافية لتورط كييف في هذا الهجوم؟ أقول من الصعب قول ذلك منذ بداية الحرب قالت أوكرانيا بأن قسر القرن لن يكون هدفا لأوكرانيا لأن روسيا تستخدم هذا الجسر لإرسال الجنود والدبابات لذلك هذا متوقع وهذا الجسر أيضا مستهدف بالفعل لأنه يستخدم لقتل الأوكرانيين وهذا ليس سرا وأوكرانيا تحدث عن ذلك صراحة وأعتقد أنه عندما نرى كيف حدث ذلك نشاهد أن هناك كانت هجامات مباشرة على هذا الجسر وهذا يدل بفلع على أعمال حربية ولكن لا يمكننا القول من هو المتورط الحقيقي هناك بعض الأشخاص يقولون في أوكرانيا أنه من الممكن أن روسيا هي التي نظمت هذا الانفجار لكي تكون لها ذريعة على شن الهجمات اليوم ضد أوكرانيا ولكن دكتور إيفان هل تحتاج روسيا إلى هذه الذريعة لتشن الهجمات؟ لا أعتقد أن روسيا تحتاج إلى هذه الأسباب روسيا نفذت الحرب منذ الرابع والعشرين من فبراير ولكن هناك المثير للدهشة هو حجم هذه الصواريخ التي شنتها روسيا في هذا الصباح وأعتقد أن هذا السبب يدعو لنا أن نشك بأن روسيا وراء ذلك ترجمة نانسي قنع